أتشرف اليوم بهذه الكوكبة الجميلة ويجب علي أن أناظركم كلكم إن شاء الله ونتحدث مع الجميع شاكري لكم زيارتكم وحضوركم الاجتماع العربي للقيادات الشابة الحقيقة الشباب العربي لعب دور كبير في تنمية سمعة الشباب العربي للعالم في مجال الرياضة وأنا اليوم إذا تسمحوا لي بركز على الرياضة لأن يمس قطاع كبير من مجتمعاتنا وشفنا أمثلة جميلة إن شاء الله بنذكرها بعد شوي لنجاحات كبيرة صارت في المنطقة بشكل جميل جدا للعالم رسائل انطلقت من دول الخليج من الدول العربية للعالم بيّنت التسامح التعايش السلم بداية في كاس العالم في قطر كنا نجتمع ونتحدث مع مسؤولين كبار حول العالم عن استضافة كاس العالم في المنطقة وكانت في نظرة نظرة تخوف كيف ممكن العالم العربي يستضيف بطولة كبيرة بهذا الحجم مئات من الآلاف قنوات تلفزيونية بالآلاف من حول عالم ملايين المتابعين اليوم إذا أعطيكم مقارنة بسيطة كاس العالم يشاهدون أربع مليار شخص في العالم ثاني أكبر بطولة غير كرة قدم ممكن تكون السوبر بول أو الأم بي اي في أمريكا يشاهدون حوالي ثلاثمائة مليون أربعمائة مليون فرق شاسة اليوم هذا النجاح سببه ثلاث عوامل رئيسية العامل الأول هو الجمهور العربي الجمهور العربي شجع وحضر وعاون كل الجماهير اللي أتت من خارج المنطقة كان فيه احترام فيه تقدير رأينا بعض المواقف اللي فيها مشادات رياضية ولكن شفنا بعده صور تسامح ورثنا من آبائنا وأجدادنا الضيف لما يأتيك للعالم العربي هذا ضيف لاحترام وتقدير كبير جدا فبالتالي شفنا الجماهير العربية قامت بالدور هذا كل من حضر بالثقافات المختلفة والخلفيات المتعددة والديانات المختلفة أتوا وحضروا وشجعوا بكل أريحية أجواء آمنة مستقرة سلاسة حركة بنية تحتية جميلة جدا أخواني أخواتي هذا نجاح كبير لسمعة العالم العربي والشباب العالم العربي التنظيم من يأتي وصل لحضور كاس العالم كان فيه نظام سلس جدا من المطار إلى الملاعب إلى الفنادق بكل اللغات الرسمية العالم العربي صار فيه عدد كبير من الجنسيات وعدد كبير من الثقافات المتعددة اللي حسس الزاير بقربة إلى بلده ما يحس بالغربة فيه كثير من الدول في العالم تشوف أكثر من 95% من السكان هم من أهل البلد وأقلية صغيرة تدخل البلد تحس الثقافة كلها وحدة اليوم العالم العربي فيه ثقافات متعددة ومختلفة يأتون الناس وما يحسون في الغربة يحسون في مجتمعاتهم وفيه سهولة في التواصل والريحية العامل الثالث واللي أرفع التحية للأخوة والأشقاء اللي شاركوا في كاس العالم المنتخبات العربية الأخوة في المغرب وفي تونس الشقيقة شفتوا كيف كانوا يحتفلون مع أمهاتهم وأبنائهم وزوجاتهم في الملاعب شفتوا الرقي في التعامل أنا شخصيا ما شفتها في الغرب شفتوا التقبيل على رؤوس الأمهات شفتوا الاحتفال في الملاعب كيف كانت هذا يعكس قيمنا ومبادئنا أخواني أخواتي إن شاء الله الله يعطينا العمر بنشوف مثل هذه المواقف في الغرب لأنها كبيرة هي إنسانية هي أخلاقية بتعطي دافع معنوي الأم والأب لهم فضل كبير في وين وصل هذا اللاعب والإنجاز اللي حققه فهذه كل عوامل مهمة جدا اليوم الشباب العربي يجب أن يتحلى به حتى نعكس الصورة المشرفة ونبني عليها استضافات كبيرة جدا في المستقبل القريب هذه الاستضافات فيها عوايد اقتصادية كبيرة إلا ظني في الجمهورية العراقية ما استفادوا معالي الأخ أحمد المبرقع كرم الضيافة في البصرة اللي شفناها في كاس الخليج أنا ما قد شفتها في الثابة والله يبدو مجاملة عندنا أخوة وأصدقاء من دول الخليج راحوا وحضروا لا مطعم يقبل ياخذ حساب لا محل يقبل يدخل الضيف ياخذ قطعة يطلع عشر قطعة من الهدايا ومن الذكريات الجميلة اللي بتبقى عند الأخوة والأخوات اللي زاروا الجمهور العراقي نجاح كبير جدا المباراة اللي يلعبون فيها تشوف الملاعب ما شاء الله واصلة ستين ألف والمباريات اللي ما يلعبون فيها سبعين ألف أي والله فهذه كلها مهمة جدا لنا نحن كشباب عربي لأنه أصبح اليوم العالم الصغير الكل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي ينقل على الهواء مباشرة ينقل الصورة الجميلة اللي فيها أخلاق عالية فيها قيام فيها مبادئ فيها احترام نتمنى إن شاء الله أن الله يقدرنا جميعا على استغلال هذه الفرص اللي موجودة عندنا والطاقات الشابة اللي موجودة في عالمنا العربي لاستضافات أكثر ولقاءات رياضية أكثر وأيضاً توسع في نشاطات مختلفة عندنا كل المقومات الأهم من هذا كله هو التعاون بيننا كمسؤولين في العالم العربي لتجميل هذه الصورة توجيه رسائل مهمة لأساس النجاح هذا وهم الشباب العربي فهذا التوجيه بإذن الله سيثمر بمشاريع واستضافات وسنحتفل بإذن الله معكم إن شاء الله بإنجازات كبيرة جداً بيحققونها الشباب العربي بإذن الله شكراً للمشاهدة